طيب أستاذ عباس إذن خارطة الطريق يعني لهذه العلاقة الأمريكية العراقية الجديدة هي الاتفاقية الإطارية ليس كذلك؟ نعم نعم هذا ما يعني هو الرائج وهو هذا العقلاني وهو هذا الشائف يعني طيب أستاذ عباس خلي نرجع لهذه العملية اللي أدانها الكثير حقيقة لأنها يعني لا يوجد فيها يعني نوع إنسانية باعتبار أمام أطفاله تم الإجهاز على الرجل الدور الأجهزة الأمنية أليس من المفروض أن يكون هناك حماية للأجانب أو على الأقل مراقبتهم؟ أستاذ عباس يعني في هذا المبحث أو في هذا المجال أكو قضايا عدة أولا للجانب الأجنبي أمريكي استرالي فرنسي بريطاني أن يقبل أن يكون تحت حماية أو نظر القوات الحماية أو قوات الأمنية العراقية اثنين لا يمكن للبت والإشارة إلى التقصير للقوات الأمنية في هذا المجال على اعتبار أنه لجالة دم حار ولجالة الواقعة قريبة يوم أو قبل يومين ثالثا فيما يتعلق بالمواطن الأمريكي أنا عندي بعض الملاحظات الملاحظة الأولى أنه في ظل حكومة جديدة وتحديات ومهمات مع وجود العامل الضغط الأمريكي الموجود الذي سواء في تشكيل الحكومة أو ما شرط على الحكومة أو ما مطلوب من الحكومة السيد السوداني بالإحاظ واحدة زيارات المتكررة للسفيرة الأمريكية ألينا مارونسكي لمكتب رئيس الوزراء شخصيا أو من خلال تجوالها بالوزارات أو من خلال أيضا حقيقة زيارة بلارسكارت بلارسكارت ممثلة الأمم المتحدة كلها عبارة عن ضغوط هذا الموضوع لا يقرن حقيقة مع هذه الضغوطات بحادثة مثال ذلك هناك من يعمل ضد الإطار من يعمل ضد العراق من يعمل ضد كل المكونات العراقية والكتل المشاركة أو حتى غير المشاركة خارج الإطار مثال ذلك في الحكومة مثال ذلك الأخوة في التيار الصدري يعني الآن الاتهامات توجه إلى مجموعة أشخاص ومجموعة مؤسسات ومجموعة منظومات متعددة وليس باتجاه واحد حتى فيما يتعلق يعني بدول الجوار ربما هناك من يكيد ضد إيران ضد تركيا إلى آخره ربما هو يقف وراء الحادث ملاحظة نقطة أخرى مهمة من خلال التجارب ومن خلال قراءتنا للتاريخ القديم والمعاصر نرى أنه كثير مثل هذه الحواجد كانت تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية